كل سنة وكل رجال الشرطة المخلصين بألف خير وزارة داخلية نشرت فيديو أو فيلم بعنوان حماية وطن بمناسبة احتفالات عيد الشرطة السبعين تعالوا نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل أخبارنا لحصلة المبارح كي ذو سل الهدف للكمين تماما فن نزلت مكانك خلال شهور بسيطة ضبطنا أكثر من قضية سلاح في النطاق جورا في واحد فشكلنا مجموعة عمل لفحص المنطقة بالكامل لحد ما تأكدنا أن فيه تشكيل عصابي بيروج لسلاح مهارات نحن نرسلين بعض خطوط التهريب ونحاول الدخول السلاح لدخل البلاد وتقارير معاملنا الجنائية للأسلحة المضبوطة أكدت معلومتنا أن نوعية الأسلحة التي تم ضبطها متشابهة تماما مع الأسلحة التي سبق ضبطها مع بعض العناصر الإرهابية في الفترة الأخيرة خاصة أن بعضها صناعة محلية بيتم تصنعها بطريقة احترافية ومتقنة على غير العادة بالمقارنة والبحث اتأكدنا أنها خرجت من نفس النطاق الجغرافي خيوط القضية بدأت تتربط في تشكيل عصابي بيتاجر في الأسلحة المهربة وبيصنع وبيبيع بدون تمييز يعني أي حد بيدفع حتى لو إرهابي بيحصل على كمية السلاح اللي بيطلبها اللي أكد لنا المعلومات مساعدة مواطنين شرفاء عايشين قرب جزيرة غير مأهولة بالسكان لحظوا فيها تحركات مريدة والتحريات أكدت أن المنطقة ضمن المنطقة الجغرافي اللي شاغلين عليه بعد المعينة حددنا الأهداف الرئاسية للعملية ورشة تصنيع للسلاح على الجزيرة بتحميها دوشما ارتفاع دورين لها نطاق رؤية بيكشف دولة مية وستين درجة في الشمال رصدنا نقطة تفتيش مرأبة في مركب وسط الزراعات ونقطة مرأبة تانية داخل كتا الخرصانية بتخفي التشكيل العصابي كل النقط دي محاطة بالزراعات من كل جانب تحدي كبير قدام قواتنا ده غير بيتين بيتمركز فيهم رؤوس التشكيل العصابي جوه القرية تم توييه مجموعة استطلاع وتحري واستخدمنا ضابطات من الشرطة النسائية مدربات على التنكر والتعامل ساعدونا في معاينة المكان قوات المعاينة جهزت مقر وراء نقطة المرأبة الشرقية مزاود بكل وسائل الرصد والمكامعة موقع العملية أصبح 24 ساعة تحت السيطرة الكاملة والإننا دايماً جاهزين لأي مواجهة كان لازم نتدرب في طبيعة مشابهة لطبيعة العملية موسيقى 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 الخطة هتبدأ بتسل القوات الأمن المركزي خلف نقطة المرابعة الشرقية لإسكات حراسة التشكيل العصابي بعد التنفيذ هنبدأ اقتحام الجزيرة من النهر عن طريق اتنين زودياج مزودين بكاتم صوت عليهم القوات متأمنين من القناصة بعد التمكن من شل حركة أفراد التشكيل والسيطارة على ورش تصنيع السلاح والدشمة هنبدأ اقتحام المنطقة السكنية وبعد السيطارة قوات الهجوم والدعم هتتقدم كل التأمين والتخطيط ده كان ضروري علشان نخفف من حجم المواجهة وقت الاقتحام تمام السيطارة على القتلة خلصانية اصبح منャших امراه المساوائلين اشتركوا في القناة بعد السيطرة على مخزن السلاح بدأ انزال القوات على المنطقة السكنية من ناحية النيل حصار الارضي تمام تسكين الحصار الارضي تمام تسكين قوات الحصار تتقدم ولما اقتحمنا منزل التشكيل العصابي في القرية فجئنا بباب مضرع فاضطرنا ننفذ الخطة البديلة تمام تسكين قوات الحصار قوات الدم تتحرك اشتركوا في القناة ومع دخول قوات المسطحات من النيل بدأ إطلاق النار من جوة الزرعات بجموعة الورشة في تحركات في الهيش من تجاهل ساعة اثنين لتجاهل ساعة خمس يتعامل شد على مجاتراش تجاهل ساعة اثنين تمام تم التعامل مع الهدف كنا حرصين في كل خطوة على أرواح المدني أثناء التعامل وقدرنا نفرض سيطرتنا وتصاب مننا زوالة لكن ما فقدناش حد من الأهال وده أهم حاجة تمام يا فندي سيطرنا على جميع النقاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام يا فندي متعامل مع المرأة مع الشكر فتر إلى جميع القوات المشاركة في العملية جزيل الشكر ربينا نحميكو يا رجالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة